من الاسئلة اللي دايما بتيجي بالنا وهي ازاي احتفظ بالعميل و ازاي ازود القيمة بتاعته علشان اكسب منه بشكل اكبر و ازاي اقدم له فاليو بشكل اقوى خليك معي في الفيديو علشان تعرف تفاصيل اكتر السلام عليكم و انا محمد حمودة و في الفيديو هنتكلم مع بعض عن 3 اسئلة كبار او 3 علامات استفهام كبار لو بدرنا نجاوب عليهم بشكل صح سنعرف مين هو العميل بتاعنا و هنحل معضلة ازاي يعرف العميل اكتر من نفسه علشان يبقى فعلا هو العميل المثالي بتاعي هو فعلا العميل اللي بيكسبني هو فعلا العميل اللي اقدر من خلاله اكمل معامة سيرتي في البزنس بتاعي اول علامة استفهام هو مين هو العميل بتاعي طيب ازاي يعرف العميل بتاعي هات معي ولا مو بدأ اكتب كده من خيالك و ابدأ افكر مين هو العميل بتاعك اكتب شكله و سنه ماهي الاشياء الي بحبها اكتب عنه بتفاصيل abonnate الثانية اللي ممكن تع stunt و مين هو العامائل المثالي بتاعك من خلال المنصات الخاصة بك زي تحليلات القويم بممكن تبحث علىigOUGL analysis و تبحث المح développement اكملا كيف يعمل مواصفاجه العمر المدينه كل التفاصيل الخاصة به تعجب ال말Y IP و شوف تحليلاتها خش على قناة اليوتيوب وشوف تحليلات المشاهدات خش على كل الوصولات والمشاهدات وشوف مين هو العميل يتابعك ومين هو العميل يأخذ معك بعد كده يمكن تسأل خدمة العمله أو المبيعات وتبدأ تسألهم مين هو العميل اللي بتعامل معنا شكله عامل ازاي اضعوني بروفايلز كده عن العميل وكتبوا لي مواصفاته بكده نبقى جاوبنا على اول سؤال مين هو العميل شكله عامل ازاي طبعا الموضوع ده لازم تعمله بحرفية او لازم تعمله بإتقان شديد يعني ما تعديش على الكلام ده بمنتهى البساطة لا روح اسأل الخدمة العملة وقعد معاهم واسمعهم خليهم يتدولك تقارير قعد اكتب وتخيل فحلا مين هو العميل بتاعك كمان لما تعمل تحليلات خدها بكل الزوايا بتاعتها عامة الاستفاهم الثاني هي واي ليه العميل اصلا يشتري منك اول حاجة في واي او ليه ليه العميل يشتري منك ليه انت بالذات ليه الاطف码 العمال ليه العميل يروح وزور helemaalك performance ايه الحاجات اللي يقراها ايه الحاجات اللي يشته عندك ما الميزة التنفسية اللي شديدها ليك انهم لا وطيف منك ما المحتوى اللي بتنسى ونشته عنها customize فلننا نخذ بكل التفاصيل ليه العميل ممكن يتخذ اكشن ليه العميل ممكن يطلع اهلعة honestly من هذا الحاجات اللي يجب نعرفها هي احتياجات العميل ليه العميلز يشتري وهل ممتضغل في اهتياجاته يعني مثلا احنا في ازمة زي ازمة الكرونا الموضوع معنا اختلق احتياجات العميل اختلفت فلازم نبقى دارسين كويس جدا التغيرات اللي بتحصل في احتياجات العمل بتاعنا علشان نقدر نتواصل معاهم بشكل كويس جدا ونحدد لهم المحتوى اللي هم محتاجينه ونحدد لهم المنتجات اللي هم محتاجينها التالت علامة استفام معنا وهي هاوي كيف؟ العميل ده ازاي بيشتري؟ رحلة العميل معايا او الكستمر جيرني زينا نقول بيمشي ازاي؟ اللي بتاثر في عملية الشراء بتاعته الخطوات اللي بياخدها علشان يشتري العملية اللي بيمر بيها البروزيس سواء اولاين او افلاين لازم اعرف كل الكلام ده علشان اعرف انا هتدخل في كل عملية ازاي؟ او في كل مرحلة من رحلة شراء العميل ازاي؟ في فيديو ان شاء الله جاي هنتكلم فيه عن رحلة شراء العميل او مراحل شراء العميل فتابع معنا القناة ان شاء الله هينزل الفيديو قريب شكرا لكم انا محمد حمودة وما تنساش لازم تعرف العميل اكتر من نفسه السلام عليكم اشتركوا في القناة